ناقش اجتماع برئاسة محافظة شبوى محمد بن عديو نتائج التقرير النهائي لأعمال لجنة المشاريع الممولة من حصة مبيعات نفط العقل بمديرية عرماء شامل التقرير ملخصا لدراسة 52 مشروعا من المشاريع المخصصة للقطاعات الخمسة الأساسية والموزعة على 17 مديرية بالمحافظة وخلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي عبد الرابو هاشلة ووكيل المحافظة دكتور عبد القاول مروق أشاد المحافظ بنتائج التي تضمنها التقرير وطالب بمراجعة المشروعات الخاصة بثلاث مديريات وفي السياق ذاته أعلنت لجة المناقصات نتائج تحليل الفني لمناقصتين تضمنت الأولى ترميم مكتب المالية بالمحافظة وإنشاء هنغر والسور لجامعة القرآن بالمحافظة بتكلفة 41 مليون و474 ألف ريال وتضمرت الثانية توريد زيوت وفالات لكهرباء شاب وبمبلغ 368 ألف ووفقت اللجنة على إنزال مناقصة ترميم قاعة الشهيد المحافظ أحمد بحاج بكلية النفط وعلى إجراء إعداد دراسات هندسية لإعادة تهيل وترميم مباني الخدمة المدنية وتأمينات والتخطيط وتعاون الدولي وغيرها من المرافق